اذا السلام عليكم اخوان مساء الخير مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات مادة التاريخ بالنسبة للمترشحين الرسميين يعني اولى باكالوريا اولا بالنسبة للمترشحين الاحرار اللي تاهمة غايت تمتحنو في نفس الدروس دونك الاخوان بعد ما شفنا اه السلسلة ديال الدروس اه يعني اه دروس التاريخ اللي كانت دروس مترابطة فيما بينها واللي ما شافش الدروس يعني الدروس السابقة ديال متر التاريخ فغادي نخلي غادي نخليهم في الوصف اولا ممكن انكم دخلو اه القناة غادي تلقاوا بلايليس فيها قاع الدروس يعني من الاول حتى يعني الدرس اللي احنا في صدد ديال الشرح دياله دونك بلما نطول عليكم درس ديال اليوم هو ايضا من الدروس المهمة اه يعني اللي اه في اغلب الاحيان كي تحط اه في المواضيع المقالية ديال الامتحال الجهوي دونك نتمنى يعني التركيز ثم التركيز لان هادي الترس غادي نشدوه غادي يعني غادي نشرحوه مزيان وغادي نطيوه وغادي يعني يعني اي واحد دخل هذا الفيديو فغادي يفهم هادي الترس مزيان لانني كنوصي الاخوان كنوصيكم دائما هادي ناصحة كنوصيكم انكم دائما تحاولو تفهمو ترس مشي تحفظ حاول ما امكان انك تحييض الحفظ هي الاحفظ راهم زيان ولكن مشي مشي بحال لا فهمتي الى فهمتي را ممكن هادي راكات توقع راها الاغلبية ديالكم غا تكون وقعات لي راكات جيكة تحفظ كدخل الامتي حان مع السرس يعني كتنسى مشي بحال الى فهمتي فغادي تحاول انك تعطي الصيغة ديالك حيش مشي ضروري تعطي الى استاذ يعني بديك الطريقة باش مكتوبين عندك يعني باش مكتوب عندك الدرس تعطي لي بديك الطريقة مشي لاو ممكن انك تدر صيغة ديالك تدر صيغة ديالك وقتشي كامل غادي نشوفوه في فيديو اه فيديو واحد اخر يعني كيفاش التعامل مع المواضيع المقالية والمنهجيات دونك الاخوان بلا ما نطول عليكم يعني اه اللي كان طلب منكم هو التركيز دونك الضغوط الاستعمارية على المغرب ومحاولة الاصلاح يعني الاخوان غادي نشوفو يعني رؤية عامة في العنوان كما قلنا في الدروس السابقة انه يعني دول الاوروبية يعني كانت دول استعمارية استغلالية يعني كانت لها اطمع في الدول النامية او لا الدول ضعيفة يعني الطغوط الاستعمارية غادي نشوفو انه مجموعة من الدول الاوروبية اللي كان اه من بينها اسبانيا وفرنسا والمانيا وانجلاتيرا يعني كانت لها كانت لها اطمع في المغرب وبغاية انها تستغل المغرب بل اكتر من ذلك فرضات ضغوط استعمارية على المغرب دونك هادشي اللي كان يعنيه بالضغوط الاستعمارية على المغرب ثم ومحاولة الاصلاح يعني ان المغرب بعد ما اتعرض لهاد الضغوط الاستعمارية يعني اه حاول انه ينهج مجموعة من الاصلاحات يعني باش يحارب هاد الاستعمار او لا يحارب هاد الدول الامبريالية اللي بغاية انه تستعمروا لكن غنشوفوا في افتتمة ديال الترس اولا من اللي غندخلو للترس ان هاد لمحاولات لأسباب اه باقت كلها بالفشل يعني كانت محاولات فاشلة اه دونك الاخوان طغوط الاستعمارية على المغرب ومحاولة الاصلاح محاول ديال الترس غنشوفوا مظاهر الضغوط الاستعمارية على المغرب خلال القرن التاسع عشر يعني اين يتجلى او لا كمتا نقول دائما في انت يبلينا باللي راح فعلا كان ضغوط استعمارية على المغرب في انت يبلينا باللي راح فعلا هاد الدول يعني راح بغاية انها تستعمر المغرب او لا بغاية تستغل المغرب ثم غنشوفوا محاولات الاصلاح الفاشلة التي قام بها المغرب كما قلنا يعني اه في يعني في يعني كما قلنا في الفقرة السابقة ان المغرب بشحار بهذا هذا الاستعمار او لهذا الضغوط الاستعمارية او لك رد فعل من المغرب فهو دار مجموعة من الاصلاحات اللي كانت اصلاحات فاشلة لأسباب غدي نشوفوها من بعد ثم غنشوفو بعض اسباب فشل الاصلاحات التي قاموا بها المغرب يعني قلنا انه كنين اصلاحات فاشلة دونك غنشوفو الاسباب يعني اش اللي خلي هاد الاصلاحات الفاشلة هاد الاصلاحات الفاشلة انها اه تكون فعلا فاشلة دونك كتمهيد او كمقدمة فرضت الدول الامبريالية ضغوط عسكرية وديبلوماسية على المغرب خلال القرن التاسع عشر ميلادي واجهها المغرب بعدة اصلاحات باءت كلها بالفشل فما مظاهر الطغوط الاستعماري على المغرب ما هي اهم الاصلاحات التي قاموا بها المغرب لمواجهة هذه الطغوط وما اسباب فشل هذه الاصلاحات يعني هذا كتمهيد اه للدرس اه فوان يعني الاخوان ممكن انكم كما تنقول لكم دائما انكم تنقلوا معي هاد الدروس يعني الاخوان اللي ما كسبينش الدروس او الا المترشيحين الاحرار يعني حاولوا ما امكن انكم تكتبوا يعني تهز ورقة ولا دفتر ديالك والسيلو ديالك وتحاول انك تكتب لي ان هاد الشي يعني اه اجبت ليك كامل المعلومات يعني حسب الاطار المرجعي دي الامتحال الجهوي يعني يكفي انه تنقل هاد الدروس ولا هاد المعطيات اللي غنعطيك وراه ذاك الشي فعنا اللي غتلقى في الدروس يعني او الا في الامتحال الجهوي اه حاجة اخرى لاخوان حول ما امكان عافكم انكم تحطوا لي اه يعني واش عجبكم فعلا هات الطريقة باش كنشرح او لا نبتل الطريقة يعني كنتمنى انكم تخليوا لي اياه كومنتير تخليوا لي اياه كومنتيرات تقولوا لي اه يعني تخليوا فيها الاراء ديالكم دونك بلما نطول الاخوان يعني غادي نمشيوا المظاهر الضغوط الاستعمارية على المغرب يعني قلنا في انتي يبالينا بلي راح فعلا كين ضغط استعماري على المغرب يعني راح فعلا بغينا احنا نستعمل المغرب يعني انا انا مثلا دولة امبريالية او لا انا دولة اوروبية مستعمرة يعني اش غا ندير ولا اش درج باش انني نفرض واحد ضغط استعماري على يعني اه ديك التولة اللي بغي نستعمرها وهو في الترس ديالنا التولة المستعمرة اللي كان اضرع عليها هي المغرب دونك كانت ضغوط عسكرية يقصد بها استخدام السلاح والقوة وشان هجمات على المغرب من طرف فرنسا واسبانيا وتتجلى هذه الضغوط في معركة اسلي وحرب تيطوان يعني الاخوان كينين ضغوط عسكرية وفي هذا الضغوط العسكرية يعني هي اه يعني مجموعة من الهجمات التي اه يعني قامت فرنسا واسبانيا يعني اه بضغوط استعمارية تمثلت في معركتين اول اول المعركة هي معركة اسلي وآه ثاني معركة هي معركة تيطوان او حرب تيطوان. معركة اسلي حرب غير مستمرة ذارت بين الجيشين الفرنسي والمغربي في منطقة الجورف وادي اسلي بثاريخ بسبب اه تقديم السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن بن هشام التعم العسكري الامير عبد القدر الجزائري وانتهت بهزيمة المغرب وتوقيع معاهدة للمغنية يوم 18 مارس 1845 التي تركت الحدود بين المغرب والجزائر وهمية ومبهمة. دونك الاخوان قلنا اول ضغط من الضغوط العسكرية لي كيهم الجانب العسكري فكانت معركة اسلي. دونك هاد معركة اسلي قلنا انه كانت بسبب تقديم يعني مساعدة المغرب للجزائر في محارب هذا يعني الاستعمار الفرنسي هاد الشي اللي خلا انه فرنسا يعني اه تشن او لا توقع واحدة المعركة اللي اسميتها معركة اسلي اه اللي كانت اه في سنة 1844 وهاد المعركة انهازم فيها المغرب ووقع معاهدة للمغنية يوم اه اه 18 مارس 1845 وهاد المعاهدة يعني من النتائج جيلها انها خلات الحدود بين المغرب والجزائر وهمية ومبهمة اه اي غير واضحة. دونك الاخوان دائما اركز لي على الفامة اهفكم الفامة ماشي الحفاظة. دونك ننتقلوا الى حرب تيطوان. حرب تيطوان استمرت لحوالي 13 شهر ما بين 1859 و 1860 بسبب اقدام قبيلة انجرة على هدم بنايات شيدها لاسبان خارج حدود سبتة وانتهت بتوقيع معاهدة الصلح يوم 16 ابريل 1860 والتي نصت على فرض غرامة مالية كبيرة قدرها 20 مليون ريال سببت ازمة مالية انعكست سلبا عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. دونك الاخوان الثاني من الضغوض العسكرية اللي قلنا هي حرب تيطوان. هاد الحرب استمرت لثلاثة اشهر. اسنا هو السبب دير هاد الحرب. هو اقدام قبيلة انجرة يعني اه قبيلة انجرة هدمات واحد البنايات اللي بنوها الاسبان. هاد شي اللي خلال اسبان ولا اه تنوض الحرب يعني بيناتهم بين الجيش المغربي والجيش الاسباني. وهاد الحرب يعني انتهت بتوقيع معاهدة الصلح اه سنة 1860. وهاد المعاهدة يعني نصت او لا فرضت غرامة مالية كبيرة قدرها 20 مليون وهاد الغرامة اللي غادي تسبب لنا واحد الازمة اقتصادية اللي غادي تناكس بطريقة سلبية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. واللي قدرت المغرب انه يدفع غير نصف هذا المبلغ. لان المغرب ما قدرش انه اه يعني اه يدفع المبلغ كامل. شفنا الطغوط يعني اه الطغوط يعني شفنا الطغوط العسكرية اللي شفنا فيها يعني معركة اسلي اللي كيتم تلف معركة اسلي اه حرب تطوان. الان غانتقلوا للطغوط الدبلوماسية. يعني اه طغوط دبلوماسية عندنا لجأت انكلترا الى توقيع اتفاقيات لفرض امتيازات اقتصادية سنة الف وتمينمية وستو خمسين. يعني انكلترا قامت بمجموعة من الاتفاقيات التجارية او لا اه يعني مجموعة من الاتفاقيات علىش غادي نفرض عليكم الاتفاقيات باش يكون عندنا امتيازات. يعني بطبيعة الحال هذه الاتفاقيات هي غادي تكون اتفاقيات استغلالية. وهذه الاتفاقيات تنص على توفير الامن والسلم لممثلي انكلترا في المغرب قنصوات وصفراء حق تنقل والسكل للرعاية الانجليز وخضوع هم لقوانين بريطانيا حرية التجارة في المراسل المغربية وتخفيض الرسوم الجمركية حق تملك عقارات بالمغرب. يعني اه فا يعني اه يعني انكلترا قامت بتوقيع اتفاقيات اللي كانت كلها كتصب يعني في يعني اه امتيازات اقتصادية يعني انها كانت كتستاغل المغرب و اه يعني كانت امتيازات اه اه لانكلترا في توفير الامن والسلم وحق التنقل حرية التجارة و اه حق تملك عقارات بالمغرب اي اه يعني اه 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 اصبح لي يعني اصبح لي الانجليز حق يعني اه الملكية في المغرب. اه يعني بعد ما شفنا اه يعني الطغط الديبلوماسي اللي قامت به انكلترا يعني في فرض اتفاقيات هنا غاد نجيو يعني ما قامت به فرنسا. فرنسا اه عقد اه عقد فرنسا تسويت بيكلار مع المغرب للحصول على امتيازات سياسية واللي كانت سنة الف وثمينمائة وتستين والتي تنس على يعني تقنين المحميين بالمغرب وتوسيع نطاق الحماية اه ثم منح الحماية للمغارب الذين يساعدون السفراء والقنصوات والصماصر المسخدمين لدى التجار الاجانب. دونك الطغط الديبلوماسي التاني هو تسوية بيكلار او لا اتفاقية بيكلار مع المغرب سنة الف وثمينمائة وتلاتة اللي كانت نص على تقنين المحميين ونوسع نطاق ديال الحماية يعني اننا نتوغلو اه داخل المغرب ثم منح الحماية للمغارب الذين يساعدون السفراء والقنصوات والصماصر المسخدمين لدى التجار الاجانب. ثم الطغط الاستعماري الثالث هو عقد مؤتمر مدريد الذي نص على يعني هذا المؤتمر شاركت فيه توال اوروبية المتنافسة للمغرب تم فيه تأكيد الامتيازات الممنوحة للأوروبيين يعني قاعد دوك الامتيازات او لا قاعد دوك الامتيازات اللي كانت امتيازات اقتصادية اللي كانت تصب في مصلحات الدول الاوروبية المستعمرة يعني تم تأكيدها في هذا اه المؤتمر اي مؤتمر مدريد واضفاء صبغة قانونية عليها بل اصبحت يعني اه قانونية اه واعطاء لمسألة المغربية صبغة دولية حيث اصبحت اه قضية القضية المغربية لانها كانت محور نقاش او لا صراع بين مجموعة من الدول الاوروبية اللي قلنا اه فرنسا انكلاتيرا ثم اسبانيا ثم اه يعني اه يعني اه يعني اه يعني اه يعني التغط اه اه الديبلوماسي الرابع اللي كان الاتفاقية التجارية الإسبانية سنة 1861 يعني هذه الاتفاقية ضمنت إسبانيا من خلالها نفس الامتيازات المنوحة لبريطانيا كخلاصة قلنا أنه كان ضغط عسكري ثم كان ضغط ديبلوماسي لما رأينا في الضغوط ديبلوماسية يعني عقد إنكلترا لمجموعة من الاتفاقيات التي تصب في منفعتها وفي منفعة اقتصادها ثم قلنا تسوية بيكلار اللي قامت بها فرنسا ثم شفنا يعني يعني شفنا مؤتمر مدريد اللي تم تأكيد فيه على هذه الامتيازات كاملة وأضفت عليها صبغة قانونية ثم شفنا الاتفاقية التجارية الإسبانية يعني سنة 1861 اللي تاهيض بنات الإسبانية نفس الامتيازات المنوحة دونك الإخوان قلنا أنه كان ضغوط استعمارية وقلنا أنه كان محاولة الإصلاح يعني اللي قام بيها المغرب والتي كانت محاولات فاشلة دونك أهم الإصلاحات التي قام بها المغرب هناك إصلاحات في المجال العسكري قام المغرب باستقدام مدربين أجانب الجيش قام بشراء الأسلحة وقام بتكوين جيش نظامي وثم بناء معامل للصنع الأسلحة في مراكش وفاس في مجال إصلاح التعليم والإدارة والجبايات إرسال بعثات طلابية أو إرسال بعثات طلابية للتكوين في الخارج في مجال التعليم قام المغرب بتكوين وزارة جديدة قام بإصلاح إدارة المراسي وتطوير التعليم تنظيم البريد فرض ضرائب جديدة كضريبة الترتيب وقام أيضا بإصلاحاتهم المجال الاقتصادي والمالي قام المغرب بالاهتمام بالمزروعات الصناعية كقصب السكر والقطن يعني هو مجموعة من المزروعات وثم أيضا قام بسك نقود جديدة يعني قلنا أن هذه الإصلاحات كانت إصلاحات فاشلة وفي هذه الفقرة سنرى أسباب فشل الإصلاحات التي قام بها المخزن يعني الأسباب أو العوامل التي خلت هذه الإصلاحات أنهم يكونوا إصلاحات فاشلة أن عوامل خارجية وعوامل داخلية يعني من بعض العوامل الخارجية فكانت عرقلة الدول الأوروبية لهذه الإصلاحات ثم تزويد المغرب بسلاع وأسلحة فاسدة ثم عندنا عوامل داخلية يعني كانت عوامل من داخل المغرب كتزايد عدد المحميين يعني فكما قلنا أن فرنسا قالت أنه قال لي غادي يكون يعني موالي لي أو لغادي عوني في المهمة الاستعمارية ديالي فغادي يكون تحت الحماية ديالي يعني أن هناك تزايد في عدد المحميين عفواً ثم معارضة العلماء وزعاماء القبائل والزوايا والتجار لهذه الإصلاحات لأنها إصلاحات تضر بمصالحهم خاصة لما تم فرض ضريبة الترتيب يعني العلماء والتجار يعني والزعاماء ما قبلوش بهذه الإصلاحات لأنه كما قلنا أن المغرب قام بفرض مجموعة من الضرائب الجديدة يعني وهذه الضرائب ماشي من مصلحة هذا الناس فالتائلة فرض يعني هذه يعني رفض هذه الإصلاحات وأيضا رفض يعني هذه العلماء والزعماء القبائل والتجار يعني رفضوا تجنيد أبنائهم ثم أيضا كانت هناك حدود لبعض الكوارث الطبيعية دونك الإخوان كخاتمة للترز نستنتج أن المغرب قام بعدة محاولات إصلاحية لمواجهة الضغوط الاستعمارية الأوروبية لكن الظروف التاخلية والخارجية أجهضت هذه الإصلاحات فيا ترى ما مصير المغرب بعد فشل جهوده من أجل الحفاظ على الاستقلال دونك الإخوان اللي هنا كنوصلوا للنهاية يعني آآ كتشوفوا أن الفيديو يعني شيئا ما كيكون طوال ولكن راه آآ كنحاول أنه يكون آآ يعني الفيديو غني بالمعلومات دونك نتمنى أنكم تكونوا استفدتم معنا وما تنساوش تخليوا لي آآ يعني الأراء ديالكم آآ فيما يخص طريقة الشرح ولا يعني شنو بغيتو نديرو في القناة ولا يعني الحواج اللي بغيتوهم يعني نشرحوهم فمرحبا وكنشكروكم على تتبع ديالكم ونتلاقاوا في فيديو آخر من سلسلة فيديوهات التاريخ دونك نتمنى أنه آآ أنني نخليكم فراحة دونك آآ سلام وعليكم